كل هذه المتغيرات أضعوها أمام الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية دستاذ عطية عيسى وإهلا وسهلا سيد عطية أهلا وسهلا دكتور طبعا أنا نسيت لأقول أن هناك متغير آذان وهي إقالة وزير الخرجية السودانية ده متغير جديد أيضا هل له علاقة بالمسألة أم لا دستاذ عطية أين وصلنا في مفاوضات صد النهضة حتى الآن؟ يعني أعتقد أن مفاوضات الخرطوم يعني على الأقل وضعت النقاط فوق الحروف وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق هل هو الاجتماع التساعي؟ نعم مفاوضات الخرطوم تقصد بها الاجتماع التساعي؟ نعم آخر اجتماع وكان من المفروض أن يتم استكمال هذه المباحثات في القاهرة لو لبت إسيوبيا والسودان الدعوة وحضرتها كما كان مقررا أمس الجمعة هذه المفاوضات كانت قد قطعت إلى حد كبير بعض التقدم وفق تصريحات وزير الخارجية السودانية المقال إبراهيم الغندور كان قد قال أن الخلاف الوحيد المتبقي هو حول معاهدة 1959 هذه المعاهدة تصر عليها مصر على اتخاذها كأحد الأسس التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي في الدراستين التي ستحددان ما إذا كان للسد أضرار على مصر والسودان وكيفية معالجة هذه الأضرار إن وجدت لو تم تلبية الدعوة وعقدت المفاوضات في القاهرة أو استؤنفت كان من الممكن وإن لم يكن مؤكدا أن يتم حل هذا الخلاف ولو بصيغ أخرى يعني ليس بالضرورة ذكر معاهدة 1959 صراحة في الاتفاق لأن أثيوبيا رفضتها من البداية قبل حتى مفاوضات سد النهضة أثيوبيا ترفضها منذ توقيعها أما الخلاف حول هذه الاتفاقية؟ حول هذه الاتفاقية هو الخلاف الأساسي الغندور كان يقصد أن هذا الخلاف حول هذه الاتفاقية بين من؟ بين مصر وكل من السودان وأثيوبيا؟ هو لم يوضح لكن هي بين مصر وأثيوبيا أساسا لأن السودان ومصر هما طرف هذه الاتفاقية وبالتالي من المفروض أن يكون هناك خلاف حول هذه الاتفاقية لكن يبدو أن الخرطوم تريد من مصر أن تلين موقفها كي يتم التوصل إلى الاتفاق طبعا للحفاظ على المكاسب التي سيحققها السودان من الاتفاق عند التوصل إليه ومن سد النهضة سواء من حيث الكهرباء أو من حيث منع الفيضانات التي تغرق الخرطوم كل عام أو من حيث الطمية الذي يهدد سدود السودان كل عام ترى كما يهدد هذه السودود ويقلل من كفاءتها في إنتاج الكهرباء أو من حيث الحفاظ على العلاقات طيبة جدا مع أثيوبيا تمنع إيواءها متمردين سودانيين في جنوب كردوفان والنيل الأزرق هناك مصالح سودانية من وراء سودانية هناك مصالح سودانية كبيرة تجعلها أميل في الموقف إلى إسيوبيا من الموقف مع مصر وطبعا هذا لأسباب أخرى نتيجة خلافتها مع مصر حول أشياء أخرى كسر طيب إقالة الغندور هنا لها علاقة بهذا الملف يا سوز عطي يعني هذا غير واضح لكن بوجه عام كان معروفا عن الدكتور الغندور بأنه يحاول كبح اندفاع الحكومة السودانية في علاقتها مع قطر ومع تركيا على حساب مصر ويرى أن مصر هي الأبقى كدولة جارة وباعتبار هناك على الأقل ثلاثة ملايين سوداني في مصر يعيشون في مصر والمصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين لكن طبعا لأن الرأي الأخير هو رأي رئيس الجمهورية وليس الوزير سوى منفذ لسياسة الحكومة وسياسة الرئيس فكان لابد من هذا الصدام طبعا ليس مصر أو موضوع مصر العلاقات مع مصر هو السبب الوحيد هناك أسباب أخرى داخلية منها الغضب الغندور من تدخل جهات أخرى كالمخابرات ووزارة التعاون الدولي في اقتصاصات وزارة الخارجية وأيضا عدم دفع مستحقات السفراء والبعثات الدبلوماسية وإيجارات السفراء في الخارج وهو الأزمة التي أقيل عليها وكان في يناير الماضي قد قدم استقالتها وبالفعل وظلت لعدة أيام غير معروف مصرها ولكن فيما يبدو وليس مؤكدا يبدو أن الرئيس البشير قال أنا الذي عينته وأنا الذي أقيله ولم يدع له فرصة لأن يقدمه استقالات من كلام حضرتك يا أستاذ عطية أنه إذا كان هناك خلافات بين أبراهيم الغندور وبين الحكومة السودانية أو بين شخص الرئيس ليست على صلة مباشرة بموضوع سد النهض إنما خلافات حول ملفات أخرى يعني ليس عندي ما يؤكد أو ينفي لكن هي كلها تحليلات بناء على التوجهات والحقائق والأخبار المتداولة الرجل كان يريد الحفاظ على علاقات طيبة مع مصر بما فيها موقفها من سد النهضة لأن مصلحة مصر هي مصلحة السودان وإذا تم التوصل إلى حل يرضي مصر فبالتأكيد سيكون في مصلحة السودان طالما أنه لن يكون أو لن ينتقص من حقوقها أو يؤثر على مكتسبتها من إسيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة يعني لكن في النهاية حتى لو استمر في مكانه أعتقد أنه في النهاية ما يريده الرئيس هو الذي سيسر إلى سنة